اشتركوا في القناة هذه المرة بعد التوقف استمر أكثر من 30 سنة هذا الاتحاد أو الاتحاد طلاب جامعات مصر يكون مكتب تنفيذي اسمه المكتب التنفيذي لاتحاد طلاب مصر معنا اثنين من ممثلي اتحاد طلاب مصر واتحادات طلابات الجامعية المصرية لمنقشة موضوع مهم للغاية هو مشاركة الاتحاد والاتحادات الطلابية والجامعات المصرية في العصيان المدني الدعين له في 11 فبراير القادم اسمحوا لي أن أرحب بالضيفاء الكريمين أحمد يحيى رئيسي اتحاد طلاب جامعات حلوان وعضو المكتب التنفيذي لاتحاد طلاب مصر أحمد أهلا بك وأنا بس مش عضو مكتب التنفيذي بس أنا ممثل جامعات حلوان يعني ماشي أهلا بك أحمد وأيضا دكتور أسامة سليمان طالب أسامة سالم طالب كليل طب جامعة عين شمس وعضو اتحاد طلاب جامعة عين شمس أعلم بك أسامة أحمد خلينا أبدأ بك جامعة حلوان واحدة من الجامعات المصرية الكبيرة الجامعات المصرية وتحريط طلابات الجامعية المصرية أعلنت مشاركتها في الدعوة للعصيان المدني في 11 فبراير القادم لما طلاب الجامعات يشاركوا في هذا العمل السياسي شكل المشاركة هيكون إزاي إيه اللي هيتعمل وإيه اللي ما هيتعملش بضعوبة المشاركين طب هو في البداية بس أنا عايز أوضح كلمة عصيان مدني عشان هي مش المصطلح الصحيح اللي إحنا داعين لي اللي إحنا داعين لي هو إضراب والإضراب بيختلف عن العصيان المدني لأن العصيان المدني بيبقى تصعيد تصعيد ما يعني للإضراب في آخر المراحل فإحنا داعين بشكل أساسي لإضراب مش عصيان مدني والإضراب بيشمل اللي هو عدم حضور محاضرات في الجامعة وإحنا ليننا مطالب يعني واضحة ومعينة وإحنا عايز أقول بس عرض لحاجة اللي إحنا ملجأناش للإضراب من فراغ بالعكس إحنا حاولنا قبل كده بكل الطرق السل يعني السلمية زي المسيرات وزي اللي أتصمات سواء في من التحرير أو عند مسبيرو وطلعنا مسيرات من جامعة عين شمس وعندنا من جامعة حلوان كذا مرة للتحرير ومسبيرو بس لقينا أن الطريقة دي مش بيوصل بها صوتنا عشان كده يعني بلاينا نفسنا مضطرين اللي إحنا نصعد للإضراب وهو هيكون بشكل سلمي تماما وهو عدم حضور المحاضرات اليومية أو الامتلاع عن حضورها يعني وده بشكل سلمي جدا وشكل بسيط بنوصل بيه صوتنا وبنحاول يبقى ضغط على السلطة الحتمة دلوقتي نعم أسامة جامعة عين شمس موقفها يكون ايه من هذا الحدث الإضراب واللي بيمثل جزء من الدعوة العصاني المدني اللي داعي لها الدكتور البرد وبعض القوة السياسية والبعض هيشارك فيها والبعض امتنع جامعة عين شمس فين من هذا الحدث وإيه اللي هيحصل بسم الله الرحيم يعني احنا اول مبارح مجلس التحط للجمعة عين شمس عمل اجتماع مع أمناية التحادات الكليات لمناشط الوضع ومناشط الموقف بتاعنا كجامعة عين شمس جامعة عين شمس احنا الوضع بتاعنا اللي هي خصوصية لحد ما خصوصا ان احنا سقط من عندنا يعني استشهد من عندنا الشهداء زي الدكتور علاء عبدالهادي أو بشمس محمد مصطفى وحديثا حتى في بورسعيد استشهد لنا ومازال شلال الدم بيستمر مازال التخبط اتبعنا أساليب متنوعة بدأنا من أول بيان من أول ان احنا استخدمنا شروب البيان ثم إلى الوقفات أمام وزارة الدفاع لإيصار الرسالة ثم مسيرات سلمية بنوصل رسالتنا أما بالنسبة موقفنا في المرحلة الجاية فهو زي ما أحمد وضح وده قصة موقف أغلب الجامعات احنا مش عايزين نصنف الألفاظ إلى أن بعض الألفاظ بتأخذ موقع أكبر من حجمها احنا بنعلن عن إضراب جزئي لمدة 3 أيام السبت والأحد والاثنين ثم سيتم تقييم الموقف يوم الاثنين لمناقشة هل سيتم تعليق الإضراب استمار في التصعيد والإضراب هو حق دستوري وحق مكفول الجميع وحق مورس حتى أيام حسن مبارك سواء في أيام 6 إبريل أو الفعايات كانت بتحصل أيام 6 إبريل فهو فعل سلمي مش هدفنا هنخرب ولا احنا بنعطى الحاجة ولا احنا بنعطى الدراسة أرجع لك يا أحمد ومسألة المتعلقة بالتأمين من هذه المسيرات التأمين هكون ازاي خاصة أن الجامعة بيبقى فيها عدد كبيرة جدا من الطلاب من المتوقع أنه إن ده السحد هنا أو اللي هنا يعمل لك أزمة يعمل لك مشكلة جديدة وإحنا مش في حل من تجامعات جديدة يسقط معها مصابين أو شهداء أو ما إلى ذلك تأمين المسيرات الهتمين ده هيكون ازاي وهل في تنسيق مع عمداء والأسازة الجامعة حلوان والجامعات المختلفة ولا الموقف ازاي طيب هو بالنسبة للتنسيق أبدأ بالتنسيق يعني مع الأسازة والإدارة إحنا دلوقتي كنا بس لسه في مرحلة اللي إحنا بنشوف موقف الطلبة وتم تحديده مرحلة الجاية اللي هي من الجايين إحنا بنحاول نوصل لأكبر عدد من الأسازة من أعضاء هيئة التدريس عشان نضمهم معنا في الاعتصام عشان يبقى يعني أكثر رسمية وإن شاء الله يعني في كذا حد بدأ يستجيب لنا ومنحاول نوصل للباقي بالنسبة دلوقتي للتأمين هو إحنا لسه إحنا يعني علنا حاليا عن إضراب إضراب بمعنى اللي هو عدم حضور المحاضرات إيه اللي هيتعامل يعني سواء مسيرات أو سواء سلاسل الثورة اللي هي يعني بتقف حوالين الجامعة أو حوالين الكلية بتاعتك بتشرح للناس أنت بتباين للشارع أنك معتصم أو مضرب وبتوضح لهم أنت إيه الأسباب وإيه اللي بيوصل وإيه اللي بيحصل في البلد عشان يعني الشارع مش بيبقى وصله قوي يعني إيه اللي هو وصل إنما بالنسبة للمسيرات إحنا لسه مدعناش لمسيرات ولو دعينا المسيرات إحنا قبل كده سواء عن شمس أو سواء حلوان أو سواء القاهرة عملنا بدل المسيرة تلاتة واربعة فإحنا بنبقى عارفين إزاي نقام من المسيرة وغيرك طبعا يعني مفروض أن يعني فيه أمان في البلد يعني مفروض أن المجلس العسكري طبعا بقينوا عارف أن فيه طلبة وفيه اعتصامات وبننزل بيانات وعلى الفيسبوك يعني مفيش أكتر من كده دلائل يعني أقلين اللي اعتصامه ربنا سلم يحبب أسامة عين شمس الموقف فيها إيه خاصة وانتو مكانكم في وسط البلد ومكان حساس وغريبين من المناطق مهمة جدا هو جانب وزارة الدفاع ومدين العباسية أنا عارف فيما يتعلق بجامعة عين شمس يعني التنظيم المسألة يكون فيها إزاي وهل بيه تنسيق مع رئاسة الجامعة لتأمين وتنسيق في مسألة هذه التفاعلات يا سيوي هو بس أنا فيه نقطة بس يعني بتصار دايما وتتفتح دايما موضوع الخوف من الاندساس والخوف ولزوم التأمين المكان ولزوم تأمين كذا خاصة النعين شمس يعني كان شارت وقع عنف قبل كده في العهد السابق دي نقطة دي نقطة أنا حابب أوضحها أولا اتحاد الطلبة هو ممثل الطلبة وهو وظفة وظفة نشاط الطلبة وإذا كنا متكلم عن اندساس أحد أو وجود أي عناصر تخريب أو تكسير أو كذا فهو دي بتلقى بالمسئولية رقم واحد على إدارة الجامعة وعلى الأمن الإداري وعلى وزارة الداخلية اللي بتقول إنها مفروض إنها منوظفتها كذا ودي أصلا في كل الفعاليات أعني صراحة لحد دولتي أنا معترض على الأسلوب اللي هو نهيب المواطنين الشرفاء حماية المكان لا ليس من وظيفة أي مواطن وليس من وظيفتي أنا كاتحاد إن أنا أمن الجامعة وظيفة أمن الجامعة هي وظيفة على مسئولية الأمن بتاع الجامعة والخطاب دا للأسف يعني هو على طول إحنا وصلنا مبارح سواء في اجتماعنا مع الوزير أو كذا الخوف طيب إحنا خايفين يحصل إن دي سايس خايفين يحصل كذا أنا شايف إن الإفراط في التهويل أو حاجة زي كده دا بيؤدي إلى إعطاء الموضوع صبغة عنف أو إعطاء الموضوع في حين إنها دعوة سلمية ودعوة واضحة ولو إحنا بنتكلم عن مسئولية عن تأمين أحد فالمسئولية لا تقع على اتحاد الطلبة ولا تقع على الطلبة المسئولية تقع على أدارة الجامعة وأنا أعتقد إن دارة الجامعة عندها قدر من المسئولية وهي تتمتل قدر من المسئولية قوي جدا وإحنا جربناها قبل كده في التفاعل معها عندها قدر من المسئولية إنها تتعامل معها فصاغت صورة مثلا في الإعلام إن إحنا كذا أو إنها هيحصل تخريب فأنا إن شاء الله بسيح حصل تخريب وأي محاولات بتبقى مدسوسة ووظيفة نشاف يا أسامة إن الوقت يعني الوقت صعب يعني مسألة التجمعات اللي حصلت في مدسوط الكرة انتهت بكارسة في بورسعيد لما نفتح باب لتجمعات بأعداد هائلة لعدد من طلاب الجامعة ما تضمنش رد فيها إلى حد من الشباب المشارك ممكن يكون إزاي دي مسألة محتاجة لكلها حساب هل أنتوا عمين حسابكم لده؟ يبقى من كرام حضرتك ده بنعمل عسيان مدن يبقى ونقعد ناس في البيوت ليس المقصد أنا بقولي في الدروحاتي بتدعو لتجمع هذا التجمع هل فيه تنسيق لتأمينه ولا المسألة متسابة كده أنا أولا نس زي ما أحمد إحنا ما دعيناش تتجمع بزرورة ولا المسيرة إحنا دعوتنا دعوت إضراب وحتى تجمعنا هيكون ده لو هيحصل إحنا فيه فعاليات بالفعل هنعملها هتبقى داخل زي إيه زي إيه زي وقفة أمام الجامعة فعاليات داخل الجامعة لشهر بالفعل مع جامعة حلوان ومع الجامعات الأخرى وهذه المسئولية بتقع من المسئولية الرقم واحد إحنا عارفين ما حصل في المطش المطش مشكلته وقزمته ليست من وجود جماهير المطش اللي حصل وانتيجة خيانة حصلت وانتيجة مخطط معروف سواء من قفل الأبواب أو كذا فهو مش مشكلة في جماهير ولأما بقى معرض الكتابي تقفل والمعارض وأي مكان فيه والجوامع تتقفل ونمنعك أي تجمهر دي وجهة نظر يا أسامة أحمد برجالك وبس أنا أحساب أحساب حاجة أن يوم 25 نيار 2012 يعني تجمهر يعني كان أعتقد أنه كان أكبر تجمهر وكان فيه مسيرات راحة للتحرير من كل أنحاء القاهرة وكانت في المحافظات وعد يوم حضاري رائع وعد يوم حضاري ده عشان بعبع الاندساس بس اتشال زي ما اتشال في الانتخابات يعني فإحنا بس عايزين يعني ياريت بس من طالب يعني الجهات الأمنية أن احنا ما نتفاجئش بأي حاجة يوم اللي اعتصام يعني ربنا يسلم وتعد على خير خيريني أطرح معاك وزي مهمة لقائكم كرؤساء اتحادات الطلبية على بستوى الجماعات المصرية مع وزير التعليم العالي ومنقشة هذه المشاركة الوزير قال لكم إيه وإيه اللي دار في اللقاء وإيه اللي طلبوا منكم وهل طلب منكم أنكم ما تشاركوش إيه اللي دار في اللقاء اللي عاوزين نعرف لا هو طبعا ما طلبش مننا اللي احنا ما نشاركش لا ما حصلش خالص هو الموضوع بوساطة كان استفسار يعني عن إذا كان نفس الموضوع موضوع التأمين هنأمن إزاي الحاجات دي بس يعني ما حصلش أكتر من كده وما حصلش أي تدخلات أكتر من كده يعني هو ده طب هل خد قرار مساند للتحركات الطلبية دي ولا أتحفظ على بعض الأمور اللي أنت هتعملوه والله حتى الآن إحنا يعني يعني ما خرجش قرار من الوزير في الحياة دي يعني آه في الحياة دي وكل ما يهمه أن عدم حدوث أي مشاكل عدم حدوث كذا وإحنا بالفعل أكدنا مع الوزير في اللقاء الوزير أن المسئولية أيها بالفعل أن الطلبة نفسها مش هتحصل مش هحصل منها تخريب وهو أكد على كده وكان خوفه من دخول العناصر من الخارج فقلنا أن دي مسئولية الجامعات وأن دي مجلس أعلى الجامعات لازم يأكد على رؤساء الجامعات بالتشديد على الأمن الإداري وتوفير الأمن للطلبة لأنه هو الموضوع لو إحنا بنتكلم عن موضوع عند الساس أي عنصر أو كذا إيبه إحنا كده مشكلة ما بنفض في الموضوع ده هو لن يتوقف عند مرحلة الإضراب لن يتوقف عند مرحلة المسئلات بل أنا ممكن يبقى عندي يوم دراسي عادي يوم السبت ويوم الأحد ويوم التنين اللي هو الأيام الدراسية العادية وبرضه للأسف يدلس ناس تدخل حرقة مضرقة حرقة معمل فهي المشكلة مش متعلقة بموقف هياخدوا اتحاد خليني يا أسامة الموضوع ده ياخدني الجزئية مهمة جدا وهي مرسة العمل السياسي داخل الجامعات المصرية فيما بعد السور ده ملف غاية في الأهمية والخطورة خاصة وأنه طوال سنوات المخلوع كان العمل السياسي داخل الجامعة عمل محاصر ومحرم أنتوا يبدوا أنكم في السنوات النهائية أو القريبة من عياف الجامعة فعشتوا أيام المخلوع والحظر السياسي للعمل السياسي داخل الجامعة والأنشطة الطلابية كيف كانت تقيد وكان الناس بتحرم من موارسة حقها حتى في المجرد أن يترشح لاتحاد طلبها والنهار ده أنتوا جايين في انتخابات بشكل ديمقراطي كامل موارسة العمل السياسي في ظل هذه التحركات شكلها عمل إزاي في الجامعة والله يا موارسة العمل السياسي في الجامعة بواجهة عام هي من أكتر الحاجات اللي بتنضج أبناء الجامعة وبتعمل نضج عند الطلبة نفسها وده كان من أحد أسباب أيام المخلوع كان نظام الجامعة كان فيه قدر كتير طلبة مش عارف هي عايزة إيه أو كذا الحياس سياسية بعد الثورة شهدت ارتفاع ملحوظ جدا في كل الجامعات كان فيه حركات سياسية كتير جدا والاتحاد اتحاد الطلبة كان موقفنا بالنسبة للسياسة هو أن احنا لا نمثل طيار معين ولا نمثل فكر معين بل احنا هدفنا أن احنا نحتضن كل الحركات السياسية وده تم بالفعل أن احنا عملنا تنسيق يعني اللي طلع يوم 25 يناير ده كان بالتنسيق مع جميع الحركات السياسية الموجودة عندنا في الجامعة واتفانعنا يا جماعة نتوحد تحت اسم واحد وقت الله جامعة عن شمس فالحياس سياسية داخل الجامعة للأسف فيه ناس يعني كانت يعني هو بمعنى صح النظام القديم كان بيرسخ معنى أن الجامعة مكان للعلم وفقط في حين أن العلم بدون يعني إذا ربيت إذا وديت واحد العلم بدون ما يعرف معنى الحرية بدون ما يعرف معنى المطالبة بحقه بدون ما يعرف معنى أنه ليه واجب تجاه وطنه إحنا دلوقتي الإضراب اللي إحنا عاملينه ده هدفه في الأصل حاجتين أول حاجة تسليم السلطة للمدنيين فأسرع وقت عن طريق فتح باب الترشح الرئاسة فأسرع وقت وإيجاد خطة زمنية وتاني حاجة الناس الثقر من القتل اللي إحنا اللي ولا أحد بيحاسبهم وبنشاهد أن الأخر اللي كانت تقص حقائق وبلا أي شيء ومحاكمات هزلية إحنا بنطالب بمحاكمات عادلة سريعة وفي نفس الوقت تتسم بالثورية ولا نعني أن إحنا من أم محاكمات عادية تتسم بالثورية أن إحنا نظلم حد لا تتسم بالثورية أنها تاخد قرارات ثورية لا تتقيد بلوائح ووضعها على المخلوع ووضعها على النظام حسن مبارك السابق إحنا عارفين أن كان فيه ترزيط قوانين بيفصلوا قوانين زي طلعهم منها إحنا عايزين نبقى فيه حركة قوية جدا حركة أن دماء الناس دي إحنا بالنسبة لك جامعة عن شمس أنا عندي دماء شهداء في جامعة عن شمس ودماء شهداء في كل الوطن الدماء دي دي مسؤولية ومعلقة في رقمتي ورقبة أحمد ورقبة أي واحد على مستوى أن إحنا لن نفرض في هذه الدماء ونقض إلى الإله نطالب إلى أن يتحق يا ربنا يعينكم وفاكم أحمد برجعلك بنفس السؤال أنت كممارس للعمل الطلابي أو النشاط الطلابي في الجامعة الأول أنت هل شاركت في التحادة الطلبة قبل الثورة؟ أنا شاركت في التحادة الطلبة قبل الثورة أو بمعنى صح حاولت أشارك لأن أنا أول سنة دخلت فيها الكلية سألت على التحادة الطلبة فأدولي كان بعد أسبوعين أدولي أنت خبت خلصت خلاص فعرفت بعد كده أن الانتخابات كانت بتخلص بدون إعلان أو بدون أي حاجة كانت بتخلص في مكتب قائد الحرس بتاع الكلية أو الجامعة على المستوى يعني بتاعها لكن بعد الثورة عرفت أشارك وبقيت رئيس التحادة الطلبة الانتخابات كانت يعني عادلة وبالفعل يعني هو كان طبعا الرئيس المخلوع طبعا كان يعني كان فيه تقييد للعمل السياسي داخل الجامعة آه كان فيه تقييد لأن الجامعة هي المعمل وهي المصنع بتأكيد إذن الجامعة الجامعة تبقى هي المعمل الأساسي للتفريق كل النشطاء السياسيين ناخد فاصل قصير وأرجع لكم ونكمل كلامنا حوالين العمل السياسي في الجامعة المصرية فاصل قصيرا نعود إليكم فابقوا معنا اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة